كتب مدير المجلس الروسي للشؤون الدولية أندري كورتونوف وهو خبير روسي ومعروف في القضايا الدولية مقالا جاء فيه إن دعاءات الولايات المتحدة الحالية بأن الصين مسؤولة عن انتشار الوباء هي محضوء كاذيب مضيفا أن الوباء كشف سلسلة من المشاكل الأساسية في النظام الصحي الأمريكي ومن بينها عدم وجود التنسيق بين حكومات الولايات ونعدام الأمن بين الفئات الاجتماعية أثناء الوباء والتراجع المستمر لثقة المواطنين بالحكومات وكذلك ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية وأشار المقال إلى أنه في هذا السياق يجب أن لا تبحث إدارة بعيدا عن كبش فداء بل يجب أن تركز على حل هذه المشاكل مؤكدا على أن الهجمات المجنونة على الصين لن تساعد على حل هذه المشاكل في النظام بل على العكس من ذلك قد تكون الدراسة الجدية والعادلة لتجربة الصين أثناء الوباء مفيدة وذكر كورتونوف في المقال أن فشل الولايات المتحدة في مكافحة الوباء أثار شكوك العالم الخارجي في دور الولايات المتحدة كزعيم عالمي وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام الأمريكية تصنف الولايات المتحدة على أنها تتصدر العالم في مكافحة الوباء غير أن هذا يجعل الناس يبتسمون بسخرية أضاف المقال أن محاولة الحكومة الأمريكية تحقيق أهدافا سياسية من خلال ضرب الصين باستخدام حرب المعلومات لن تنجح وذلك لن يعود بالمنافع على الولايات المتحدة أو بقية العالم